السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم في فيديو جديد من محاضرات الالكترونيكس هنتكلم النهاردة عن 2 theorem من Simplification theorem اللي هما 7n وNorton هنتكلم على 7n والapplications بتاعتها والكيس وهنتكلم على ازاي نجيب ال R7 في حالة dependent sources و7n equivalent of a circuit with a load أو load resistance وهندي example على ازاي نحول السيركت العادية او نبصتها ونختصرها ونحولها لشكل السيفن وبعد كده هناخد الثيرم التانية اللي هي النورتون وهناخد اكزامبل عليها وبعد كده نعرف عن max power transfer الحقيقة الحقيقة ان الهدف بتاع السيفنن سيري اللي هو عمل ايه ان انا ابدأ اعمل الهدف الهدف من السيركت الهدف بيبقى عندي لو انا عندي عندي دايرة بتاعتي انا بحولها للمنظر ده من المقاومة بحولها ل من المقاومة من المقاومة مقاومة ساميها الهدف الهدف ابدأ احاولها بيكون فيها مصدر متوصل على التوالي هيبقى عندي احاولها للشكل ده اللي هو مقاومة وفولت بنستخدمها في اللو وعندي لها كتير جدا وعشان امتش الامبليفاير فالحقيقة الموضوع بتاع السيركيت هيبقى الموضوع صعب فانا محتاج اعمل الحقيقة عندي الكيس الاولانية في حالة لو انا ما عنديش dependent sources بنقولنا dependent source السورس اللي بنعمله على شكل دايموند او معين ان كان لي الولتج او الكارنت هنا نقول مثلا اتنين اي اكس مثلا يبقى القصة كلها ان القيمته بتعتمد على ال i x فعشان كده بنسميه dependent source او source محتمد على source اخر فلو انا عندي كل السورس او sources اللي عندي independent sources اللي هي السورس العادية بتاعتي اللي هي بتبقى شكل كده خلاص او شكل الطيار كده فبابدأ اعمل اعمل لها turn off احاول لشورت circuit يبقى عندي هنا لو انا ما عندي ش dependent sources في network فببدأ اشيل كل ال independent sources دي وبحط مكانها short circuit وبيبقى عندي هنا ال R 70 هو ال R input اللي هو جاي ليه هنا طيب الكيس التانية اه لو انا عندي بقى dependent sources لو انا عندي sources dependent و independent فأنا بعمل كل اللي بعمله بتير off او بشيل كل ال independent sources اللي عندي طيب الطريقة الاولانية ان انا بأبلاي ال voltage source V0 وبعمل هنا V0 ولكن بحط قيمته 1 volt او مالفور يعني على ال terminal دي AP وبحدد بعد كده بجيب ال I I0 والحقيقة ان ال R7 هنا هتبقى ال V0 على ال I I0 المسود التانية ان انا هنا بقى insert current I0 وبتترمن بقى ال V0 وانا عندي ايضا ال R7 بتساوي V0 على I0 يبقى في طريقة اللي فاتت هنا وفي دي كده عملنا V0 وهنا عملنا I I0 وحطينا قيمته هنا ب1 وفي حالة V ايضا نحط القيمة بتاعتها ب1 1V للVolt وان امبير للcurrent لو انا عندي linear circuit terminated by load resistor او R load ال value بتاعت IL وال VL او ال I على load resistor دي وال voltage على load resistor بنحسبها بالمعادلة البسيطة دي ان انا هنا بقوله ال I load بتساوي V7 هي DTH بس ال H اللي از لتحت على مجموع المقاومتين هي بقى بنقول V7 على مجموع المقاومتين يبقى V7 على R7 plus R load نقدر نقول ان V load بساوي R load في I load اللي هو نقدر نقول هي بتساوي R load على R7 زاية R load في V7 ودي الحقيقة نحن بس فكينا كل اللي عملنا فكينا I load فهو عبارة عن V7 على R أو مجموعة مجموعة المقاومتين عندي خلاص يبقى V load تساوي R load في I load وشلت I load وحطيت مكانه القيمة القيمة دي مجموعة 7 طيب المسألة بتجيلي كده بيقول عشان I find current على R load وهديني مرة بستة ومرة بستاشر ومرة بستة وثلاثين طيب احنا قلنا لو انا ما عنديش independent sources اللي عندي independent والحقيقة ان sources اللي عندي فعلا هي independent فأول خطوة عندي المفروض بحول independent sources لي short circuit او سلكة هنحاول دي كده يعني هنشيل دي وهنشيل هنشيل دي تمام وهنبدأ نحط دي كده نخلي دي كده المفروض هنا هحسب هتبقى R R7 طيب هنا عندي circuit بقت بسيطة خالص خالص هيبقى عندي هنا ال 1 اوم هيبقى عندي موجود serial وسيرز مع الاتنين دول in parallel فهيبقى الاربعة واثناشر parallel مع الواحد سيري فهيبقى اربعة في اتناشر على اربعة زائد اتناشر زائد الواحد تطلع باربعة 48 على 16 بتلاتة تطلع اربعة يبقى يبقى انا كده جبت قيمة الر 7 طيب بالخطوة الاولى جبنا الر 7 نجيب هزا شباب تبدأ تحط مكان ال short circuit وبعدين تبدأ تجيب الار 0 هنا اللي هي هتبقى هنا كده اللي هي عبارة نلاقي دي كده سيريال مع الاتنين دول كده in parallel فهيبقى واحد زائد الضرب على المجموع بتاع دي هيطلع القصة تطلع كام تطلع عندي اربعة ويبقى انا كده جبت الار الار 0 عايز اجيب ال هيبقى ال هتبقى عندي هنا ال V اكروس ال B لما احسب ال V سيفن هرجع بقى الصور دي ما كانت عندي هنا هنا الحقيقة عشان افايند ال V سيفن هلاقيها هي عبارة عن اقدر اطبق ال مش اناليسيز اقدر اطبق الكرشوف voltage low هابدأ الاقي عندي two loops اللوب الاولاني اهو واللوب التاني اهو فهيبدأ عندي دي كده وانا انا افرض للطيار بتاعي كده هيبقى في الاتجاه ده فهيبقى negative 32 plus 4 i1 زائد 12 i1 ناقص i2 الكلام ده بيساوي بيساوي 0 اهو هنا عندي في اللوب التاني الاحز في اللوب اهو التاني هنا ان ال i2 بتساوي negative 2 لان هنا direction بتاع الطيار هنا معكوس فهيبقى عندي i2 بتساوي negative 2 خلاص هنجبت i2 اقدر بكل بساطة اجيب اطبق في i2 في المعادلة الاولينية اقدر اجيب ال i i1 تمام جبت ال i1 طلعت عندي ب 5 من 10 امبير او 0.5 امبير اقدر اجيب بعد كده ال v7 ال v7 هيطلع القيمة بتاعته هي اللي هي دي معي اللي عليها هنا المقاومة دي المقاومة دي هو بيساوي 12 في i1 نائس i2 فقدر اعود تعويض مباشر عن i1 و i2 تطلع لي v7 ب 30 تاني انا احسن اجيب ال v7 احسن طبقت الكيرشوف او المش اه اناليسيز اده عندي اللوب الاولاني اده عندي اللوب التاني اللوب الاولاني هيبقى اربعة اي واحد اتناشر اي واحد نقص اهو 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 باتنين امبير بس بتاعه عكس الطيار اللي انا فرضته اهو اللوب اللي انا فرضته هنا هتبقى اي اتنين بسالب اه اتنين بقدر احوض في المعادلة الاولانية اجيب بعد كده اجيب ال v7 اكروس البرانش ده هيبقى عندي هي عبارة اتناشر اي واحد نقص اي اتنين تطلع نص زادي اتنين في اتناشر تطلع ب اه تلاتين اه الحقيقة اه ان في طريقة تانية اقدر اجيب بيها ال v7 اللي هي الطريقة بتاعة النود اناليس ف النود اناليس ابدأ اقدر اطبقها عادي جدا بكل بكل بساطة لو جينا بصين هنا كده هيبقى هنا لقولنا دي النود بتاعتي هيبقى عندي ال v7 minus ال 32 على قيمة المقاومة دي خلاص يبقى دي برضو v7 يا شباب معلش بس كده المقاومة هتبقى v7 minus 32 over 4 الكلام ده هنا هيبقى ال current اللي هنا هيبقى negative 2 خلاص بشان direction plus هنا ال current هيبقى هنا هيبقى v7 minus 0 لانه قلنا دي تحت دي هتبقى هتبقى ground او reference node هتبقى v7 minus 0 over 12 الكلام ده بيساوي بيساوي 0 اقدر اعود تعويض مباشر هتطلع قيمة v7 عندي هتطلع ب30 تمام هي اصبحت خلاص معادلة من مجهول واحد يبقى حضرتك تقدر تحلها دي كده تقدر تجيبها بال node analysis او بال kvl او kcl و l2 صح المفروض بعد كده حضرتك بترسم الرسمة دي هي دي equivalent circuit بتاعتي بحط بها في هنا ال v7 وهنا بحط ال r7 sorry ال r7 وهنا عندي ال r load لو انا عايز اجيب ال i load زي ما اتفقنا من شوية ان ال i load بيساول v على مجموع المقاومتين هيساول v7 على r7 plus r load تطلع 30 على 4 زائد r load طب r load بكم احنا كنت المسألة اللي هدي قيم لل r load هبدأ اشوف يلا r لما بتبقى ب6 ال i اللي هتطلع ب3 وكان ب16 هتبقى ب1 ونص لما كان ب36 كان ب0 point 7 5 امبير نيب اصد ان انا بعود تعويض مباشر تعالوا ناخد example تاني احنا قلنا circuit بتاعتي في 2 cases الكيس الاولانية اللي هي ايه ايوة bravo عليك يا شباب اللي هو ما بيكونش عندي independent sources بيكون كل sources اللي عندي independent فكده ما فيش مشكلة خالص فبدأ اشيلهم وحط مكانهم short circuit طيب لو انا عندي بقى dependent source زي السورس اللي عندي ذا لان القيمة بتاعته بتعتمد على قيمة lvx فهو عبار عن 2vx طيب بيقول لي find the seven equivalent of the circuit shown at internal ab هنا عندي عايز يجيب lv7 ونحسب برضو r r7 طيب هجي هبص كده هبدأ هعمل ايه واحد يقول لي خلاص هتخلي دي برافو عليك خلاص خليتلي دي جميل طيب هيبقى بعد كده عندي بتاعتي هلاقي عندي هنا اللوب اللي فوق ده خلاص اللي هو ده هابدأ الاقي اتنين vx بلاس اتنين في اي 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 او ادي عندي زي ما قلنا جماعة ده اللوب اولاني ده اللوب التاني وممكن لو قفلت ده كمان هيبقى عندي ده اللوب التالت هيبقى عندي ده كده هابدأ هنا وهنا وهنا وعندي كمان اللي هو هيبقى هنا خلاص لو قفلت دي كده هيبقى ده ده اللوب التالت يبقى هنا اللوب الاولاني اللي في اي وده اللوب التاني اللي في اي تو وده اللوب التالت اللي في اي اي سري خلاص ماذا I1 I2 I3 جميل واحد يقول لي طيب وفين ده فيه يقول لك ما حنا استعملينه وبقى شرط سيركت خلاص معايا هيبقى شرط سيركت هتبقى نيجا دفتنين في اكس بلس اثنين في I1 منوس I2 لان المقاومة دي هو على البرانش ده والبرانش ده هيبقى I1 منوس I2 الكلام بيساوي زيرو وهيبقى هنا لو جيت عوض اسم على اثنين هتبقى VX بتساوي I1 منوس I2 وانا الحقيقة عندي هنا ان انا قدر اجيب قيمة VX هنا عندي قيمتها بسيطة جدا جدا قدر ان هي نيجا دفتنين I2 عند حضرتك فقدر اعود تعويض مباشر عن ان VX اشيلا وحطت مكانها نيجا دفور I2 فابدأ اجيب علاقة بين I1 و I2 اللوب التاني واللوب التالت بكل بساطة وفين اللوب التاني اللوب التاني اهو فين اللوب التالت اللوب التالت اهو لان دي هنطبع نقفلها كده عندي خلاص يبقى عندي اللوب التاني جماعة هو طيب 4 I2 2 في I2 نقص I1 اهو طبعا R4 I2 2 في I2 نقص واحد وبعد كده 6 في 2 نقص 3 كلام ده بساوي 0 بعد كده هتطبق نفس القصة على اللوب التالت تبدأ تحل دي ها هيبدأ يطلع عندي قيمة ال I3 هنا عندي والحقيقة هلاقي ان ال I3 اللي هنا هيبقى ال INode ال INode اللي عندي هنا كده هيبقى هو او العكس بتاع ال I3 فهو يبقى بساوي Negatif I3 هيساوي 1 على 6 أمبير وإحنا قلنا هيبقى فيه عندي هنا INode INode وهيبقى عندي كمان ال VNode قلنا لنحط مكانها A1 عنا وضعنا باب 1 هيبقى ال R7 بتساوي ال 1 او ال VNode على ال INode اللي حضرت هتجبته يبقى 1 على ال INode 1 على 6 يبقى تطلع ب6 او نقولها تاني هنا دي كده لو قلنا هنا هيبقى I0 هيبقى قلنا هنعمل هنا هسري هنا 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 I2 هنا I سري واحد يقول لي دي لأ ليه اقول له لان انت القاعدة بتقول بتحول كل ال وبعد كده بتشتغل بنسيب عادي جدا وبعد كده بنشتغل اولاني ادلوب التاني ادلوب الثالث وقلنا هنا بنحط هنا بنجيب ال I0 وال نقل V0 اللي هو بواحد فولت نقدر نجيب عادي جدا اللوب الاولاني والتاني والتالت وجبنا منه I3 اللي هو هنا فهو هيبقى عكس تجاه ال I0 عندي هنا فيبدأ I0 جبت خلاص ال I3 وجبت ال I0 القصة كلها ال R7 بتساوي ال V0 على ال I0 قلنا ال V0 بنحطها بوان فولتج هيبقى واحد على I0 واحد على واحد واحد على واحد على واحد على ستة تطلع به ستة دي الخطوة الاولى طيب الخطوة التانية الخطوة التانية حضرتك بتبدأ تجيب يلا عايز اجيب عندي هنا لو قلنا محتاج اجيب V7 مثلا هنا عند حضرتك على الحيط التاريخ كده فهي بكل بساطة هي بتساوي V0 هنا لما بنجيب V7 برجع السورس اللي انا كنت شلته زي ما هو طيب لما رجعت السورس خلاص وعملت دي بعد كده خلاص دي بقت تمام هيبقى عندي اللوبس هيبقى عندي ده اللوب الاولاني وده اللوب التاني وده اللوب التالت هيبقى هنا عندي I1 وهنا عندي I2 وهنا عندي I3 لو نلاحظ ان I1 equal 5 وهيقول لي وليه I1 equal 5 مش negative 5 هقول لحضرتك زي ما تعلمنا كده بكل بساطة ما تصعبش الموضوع على نفسك الـ direction بتاع وهنا كده وانا عندي اللوب بتاع انا افرد الاتجاه هنا كده كده فلاقي الـ direction نفس الـ direction المختلف نفس الـ direction فيبقى I هو بيساوي الـ 5 امبير انا قلت كده جماعة خلاص الـ I بـ 5 امبير تبدأ تجيب بقى اللوب التاني واللوب التالت خلاص الموضوع بسيط خالص خالص هتتبقى تجيب الـ هنا ده 4 في 2 معس واحد 2 في 2 معس ثلاثة 6 في خلاص 2 مانا فيش حاجة من الحياة دي ابدأ اجيب دي كده خلاص ايه كلام ده بيساوي 0 خلاص قلنا 6 فقا 2 ابدأ اعوض اكمل بعد كده اللوب الثالث عندي اجيب اللوب التالت وابدأ احل المعادلات فيبدأ اطلع عندي اقدر اجيب القيم عادي جدا جدا بتاعتي فابدأ من حل الاكواجيان اجيب قيمة الاي سري واي تقوم ما فيش اي مشكلة خالص واحنا قلنا ان ال في سفن ان هيبقى ال في على الفلتش دروب على ال اللي هو قلنا بتسميه اللي هو هيساوي 6 في اي اتنين اللي هي الحتة الاخيرة دي تمام اللي هي بتساوي 6 في اي اتنين انا جبتها تطلع القيمة دي بحوالي عشر تمام معي شباب يبقى قولنا دي كده يبقى خلاص احنا قولنا ال يبقى هو هنا فانا جبت على دي يبقى جبت هنا في اي اتنين هو قيمة ال اه ال و هيبقى خلاص قولنا دي هيبقى هيبقى الرسمة بتاعتي فيها ال اللي عشرين اللي جبتها و عندي ال اللي انا جبتها في الخطوة اللي قبل كده كده انا انا جبت ال V7 والR7 وعملت السيمبليفيكيشن او بساط السيركيت بتاعتي في ثيرون تانية او نظرية تانية اسمها النورتون ثيرون النورتون بكل بساطة هي شبه السيفنين بس السيفنين بنحاولها بنحاول السيركيت لسيركيت فيها متوصلين على التوالي او سيريز هنا القصة ان انا هحاول السيركيت لكارنت و ريزيستنس بس متوصلين على التوازي او ان برل هيبقى عندي اي نورتون و ر نورتون طيب الحقيقة في 1926 سيفنين بابليشت الثيرم ادوارد نورتون بقى ادى امريكا انجينير بدأ وكمان عمل ثيرم بتاعته او نظرية بتاعته هو الحقيقة هو عملها بعد السيفنين ب43 سنة او يعني في 1926 اللي هو تقريبا بعد 43 سنة من عمل نظرية السفن طيب النورتون هو القصة زي ما قلنا جماعة بيحول السيركيت بتاعته لانير لانير ترمنا سيركيت عملها ريبليسن ب اي و ار متوصلين مع بعض ان برل اي نورتون هو شورت سيركيت كارانت سروز ترمنال والار نورتون هو الانبوت اكويفلانت رزيستنس از ترمنال لما الانديبندن سورس يحصل لها تيرل اف والحقيقة ده الشكل بتاع دي كده اللي انا بحولها السيركيت بحولها للمنظر ده بدا المنظر بتاعي او الشكل بتاعي ال ا نورتون امبارل وز ال ا ال ا نورتون ا ا ا ا ا ا ا ازاي نجيب ال ا نورتون ال ا نورتون اللي جيبنا بيها ال فالموضوع بسيط ابدأ اشيل ال وحط مكانها واجبها زيها بالضبط او تشبع معاها فالحقيقة سيفن انه نورتون رزيستنس ار ا ا ا هم متساب اه بالنسبة هو بيبقى عبارة عن اي على اي اي او اي اي او اي او اه اه دول اه او دماشي في ده اه 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 الحقيقة انت بتتتشتغل ازاي لما تيجي تحقل الحقيقة احنا بنتعامل مع الاندبندنت والاندبندنت زي ما كنا بنتعامل في السيفن كنا بنتعامل ازاي هدي يفكرني كنا بنتعامل اه في الاندبندنت سورسز اللي هي السورسز العادية اللي هي دي كده مثلا او دي كده للكرانت كنت ببدأ احط ما كان شورت ايه شورت سيركيت ورسيب ال دبندنت اه سورسز الحقيقة قلنا الار نورتون بيساوي الار سيفنن انما الاي نورتون هو ادري اقول هو ال V7 على ال R7 لان ال i طبعا بيساوي ال V على ال R هو عندنا قلنا وال V7 بتساوي ال V OC وال i نورتون بيساوي ال i سورسز وال ISC وال R7 بتساوي ال V OC على ISC اللي هي بتساوي ال R نورتون لان احنا قلنا ال R نورتون بتساوي ال R7 تعالوا نشوف اكزامبل هنا بيقول لي اه find اه النورتون اكويفلنت اه of the circuit شون الترمينل اه A B اه خلاص انا السيركيت دي هو عايز هنا النورتون اكويفلنت سيركيت اه شون عند الترمينل اه A B هو هنا مديني يقول ده A A X ومديني هنا N CURRENT هنا A A X ومديني دي 10 V ودي خمسة اه طيب نقول اول خطوة بنعمل هيا جماعة عشان تجيب R نورتون قولنا ايوة بتتعامل مع السورس زي ما تعملت في السيفنل كنت بتعمل ازاي بتحول ال independent short circuit وبتسيب independent source يعني هتبقى بالمنظر ده كده انا حولت دي لو تلاحظ كده حولتها ل short circuit حولتها لسلكة فاصبحت الرسمة عندي بالمنظر ده وقلنا هاي بقى عندي هنقول احنا كنا اتفقنا انه هنقول نحط هنا هنحط ها بواحد فولت وين هيبقى عندي انا محتاج اجيب ال i zero بال دي ريكشن ده طيب عشان افايند ال r نورتون ويست ال independent voltage source equal to zero او حطناها short circuit زي ما حدرك شايف كده وهكون نكت ال voltage source of v zero واحد فولت طيب الخطوة اللي بعد كده انا هيجنور ال 4 ohm resistor ليه لانها هي short circuit بكل بساطة ليه اعمل لها اجنور لان current هنا دي 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 short circuit فايبقى عندي ال i اللي هنا هيبقى ال i بزيرو تمام هيبقى عندي هنا هجابوس على دي كده هيجنور ال 4 لانها دي short circuit عندي فهلاقي ال i ال ix هنا هلاقي بزيرو تمام خلاص يبقى عندي هنا اقولنا خلاص هنجنور ال 4 ohm resistor لانها هي الحقيقة هي short circuit also short circuit resistor 5 ohm وال voltage source الو ال independent ده هيبقى ال 2 in parallel خلاص كده جميل خلاص احنا اقولنا هنا ال i x بزيرو هيبقى عندنا ال i 0 ال i 0 بكل وساطة هتبقى بتساوي ال 1 volt اللي هو ال v 0 اللي انت جيبته هنا حضرتك على قيمة المقاومة اللي عند حضرتك اللي هي الخمسة هتطلع اتنين من 10 وال r نورتون هتساوي ال v 0 على ال i 0 وال v 0 هي عندنا هنا قلنا و ال i 0 اللي حضرتك جيبها ب 5 0 اللي هتطلع 5 ا ا ا ا ا خلاص يبقى احنا قلنا دي كده حولنا شيلنا العشرة فولت وعطينا شرط سيركت تمام وعملنا جنون ال 4 لان هيبقى عندي ال i x هلاقيه ب 0 لان عندي عملنا السورس عندي هنا بتوصل عندي ب بشورت سيركت اه قلنا خلاص دي كده هيصبح الاتنين دول مع بعض على التوازي بعد كده قدر اجيب ال i هيساوي ال v على عندي كده قلنا دي كده ال v على ال r بتاعتي او المقاومة دي خلاص قلنا ال v هنا زيرو لواب واحد وانا بفترضه بواحد هنا انت بتحطه يعني هنقول ال v زيرو نفرض انه بواحد فولت يبقى واحد على الخمسة هيبقى ب و و ال r نورتون هيساوي ال v زيرو على ال i زيرو اللي هو واحد على و تطلع ب خمسة و بعد كده انا عشان افايند بقى ال i نورتون احنا الحقيقة وهنعمل short circuit terminal على ال a و ال b عشان افاين ال current i s c اللي هو بيساوي ال i نورتون هنا هرجع تاني اللي قلنا خلاص احنا كنا بنحسب ال v هناك كنا بنرجع ال independent sources هنا نفس القصة عشان نحسب ال i نورتون هبدأ رجع ايضا ال independent sources ف circuit رجعت لي كده عملت دي short circuit هيبقى عندي في الفيجر دي n resistor اربعة وال voltage اللي هو العشرة ده source وال 5 resistor وال independent current source دول هيبقو n barrel عندي فقدر اقول هنا ال ix بتساوي العشرة على الاربعة واحنا عندنا هنا عشرة اربعة يعني انت ال i بتساوي ال v على ال r صح ال v على ال r جميع فيبقى اطلع اتنين ونص طيب اقدر اطبق ال kcl او kershuv current low عند النود a فيطلع عندي i c بساوي القيمة دي وهتقدر تجيب كل بساطة هي النود دي تقدر تجيب تعتبرها نود ويلا هتجيب الفرق بقى انت عايز تجيب ال v على ال r هنا هيبقى عند حضرتك ال 10 على الخمسة اهي هنا ال v على ال r خلاص الفر الجود هيبقى على المقاومة اللي هو الطيار هنا هيبقى ال v العشرة على الخمسة طيب وفي عندي ايه تاني النود دي طالع منها ايه تاني النود دي الحقيقة طالع منها الطيار ده فواحد يقول لي هي plus ولا negative الحقيقة هي plus لان حضرتك شايف عندي كده لو انا ابدأ ابرانش كده هلاقي الاتجاه مع الاتجاه هنا فهتبقى هتبقى اتنين i i x هتبقى بكل بساطة ال i source او ال i c equal العشرة على خمسة اللي هو v على ال r plus القيمة بتاعت ده لان في نفس ال direction هيبقى اتنين i x ولو كان direction بتاعه ناحية تاني هتبقى minus وانت عند حضرتك ال i x لسه جايبها من شوية انها بتساوي هنا v على r فخلاص تده تعود تعود مباشر ويطلع عند حضرتك ال i norton equal 7 ampere في عندي حاجة اسمها maximum power transfer fair الحقيقة ان 7 equivalent is useful in finding maximum power في linear circuit اللي هو لو جيت قلت عندي ال power بيساوي ايه ال power الحقيقة بيساوي ايه تربيع في r load طيب ال i تربيع او ال i احنا فاكرين ال i كان بيساوي ايه عشان بس المعددات اكتنا مش وط حاوي ان ال i كان بتساوي v 7 على صح كده طيب لما حط تربيع او التربيع جميل يبقى ال i تربيع بكده واضرب في r ايه في r load جميل كده يبقى انا بكل بساطة المعددة بتاعت ال power اللي هو بتساوي ال i تربيع في r او v في ال i خلاص معايا اول مشتقات بتاعتها فال i تربيع عشيل ال i يحط مكانها على مجموع المقاومتين لهم مع r 7 و r load وربع واضربهم في r load هنا عندي هنلاحظ ملاحظة جميلة جدا الماكس باور هنا عندي transfer to the head the load resistor او r load وين load resistance ال r اللي دي بتاكل 7 resistance يعني لما r load بتساوي r 7 جميل وهنا عندي p max او maximum bar power خلاص احنا هنكتفي لحد هنا كده خلاص هو خلاص الجزئية دي مش مش محتاج من اي حاجة نحن بس حالك تعرف القانون ده وتعرف امتى هنا اننا maximum power بتترانسفير لما r load بتساوي r 7 تعالوا كده جماعة ن سامرايس كده اللي قلنا احنا اتكلمنا وقلنا في المحاضرة دي ان احنا بنعمل circuit simplification في عندنا طريقتين الطريقة اسمها 7 theorem و northern theorem 7 بكل بساطة اننا بحول circuit بتاعتي لسركة مبساطة فيها voltage source و resistor متوصلين مع بعض على التوالي او series و اللي قلنا بيكون عندي لما احسب r 7 بيكون عندي sources فيه عندي dependent و independent 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 sources ما بجيش نحيطها بحول كل independent sources وابدأ اشتغل اجيب ال r 7 وبعد كده في الخطوة التانية برجع ال source لشيلت تاني وبعد كده بحسب ال r اجيب ال v 7 نفس القصة في النورتون والنورتون بكل بساطة انه برضو بيسميليفاي السركت بتاعتي لسركت فيها مصدر طيار و مقاومة بس ال 2 متوصلين in berl واللي بيحصل مع ال 7 في حساب ال نفسه بيحصل مع النورتون في حساب ال يعني بخلي ال independent sources ب short circuit وابدأ بسيب في ال sources وابدأ وابدأ لما اجي احسب ال ارجعهم تاني وابدأ اشتغل لحد مطلع القيم اللي انا محتاج بشكركم جماعة شكرا جزيلا واتمنى تكون محاضرة بسيطة شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا